الموبايل فصل شحن مشكلتك انت وامثالك من الهلفيت والحشرات انكم بيجوا معليكم لحظة تتصوروا انكم حاجة الحقد والغل اللي جواكم هو اللي بيخليكم تنطحوا اسياتكم وتحاولوا يترجعوا عجلة التاريخ لورا بتغبطوا رأسكم مش في الحيط لا بتغبطوا رأسكم في قطر قطر سريع بيفرم كل يتحدى ده ربيع نسانيس هموش انتو مجرد هموش بيحاول انه انه يحارب افياني معادش فارق معاي حاجة ابو الدوود الموت بقى ازاي الحياة انا خلاص واعتبر ميت بعد اللي سمعته هنا انا كنت جاي هنا اكل لقمة عيش كنت تبقى طابل لديك البلابر والجيش وكنت جاي اكمل تطبيل وعيش بس يمكن عيب ايه عيب انه كنت باسأل وانا باسأل ليه لان باسمح حاجات ياسبهلي ليه على العقل ابو دوود مش ممكن تركف الدماغ يا اخينا ماذا عملت ده يا اذاك الكلب رجعنا للمربع صفر تعادل يا ابو دوود ونقول كمان ضغطة مني ابعد كل التسجيلات لعظة اصحابي يا استاذ عيد يا استاذ عيد هو الواحد ما يعرفش يهضر معاك نرجع يا سيدي للمربع صفر ها عاوز كام مش عاوز كام ولا ايه انا مش اعلامي ولا موظف هترميل وقرشين يسكت ويطبل طلباتك اللي تؤمر بيه ابقى شريك ادخل المطبخ انت شريك مش بس شريك لا اعتبر نفسك صاحب المحل حيث كده بقى يبقى خلاص ممكن افهم خلاص ايه يا استاذ عيد بعت الرسالة وفي حالة وفاتي او اغتفالي او توقف المنسلسل لا قدر الله اللي هو اصلا ستين حلقة جزء الاول بس التسجيل هيوصل للشعوب الصغير قبل الكبير يعني انت دلوقت اللي المفروض تحافظه على حياتي يا بنج انت يجحش براي السبب بتعميل الباوربانك ايه الله مش اعرف رامتوري ايه طلبت معي اكشن وحست ان الفيلم حلو نقعد بقى كده ونستهدى بالربط بما انه شريك وهطبل قامنا ليه طلبات اه بدأنا المثونة بس على فكرة ده مش اسلوب شغل لكن من باب الصداقة اللي بينا انت تقمر برنامج عيد شو يرجع مدينة الانتاج الاعلامي يرجع يرجع يا اخويا يرجع مش كده يئزك يرجع اه يرجع يرجع طبعا وتقعدوا عمري اديف في البيت وبرنامج يبقى نمبر وان نمبر وان يا اخويا نمبر وان مش كده يا بوداود اه 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 طبعا طبعا كان لك عند الكلب حاجة نمبر وان نمبر وان يا اخويا نمبر وان يا حبيبي نمبر وان بس انت كمان بعد ما ضمنت ان احنا ما نقدرش نضرك لازم تستوفي شروط الشراكة معنا لازم نكشف على عصابك يعني ان تكشف على عصاب انا عصابي حديد لازم احنا اللي نحدد ان عصابك حديد علشان نضمن ان انت مشغل مع جهز معادي كده ولا كده وانا موافق انا اخاف من ايه انا راجل صريح بطبل واكد فلوس والتطبيل اللي ابني بلدي سعر والاعداء بلدي سعر مختلف دي تسعيرة واسأل اي اعلامي منصف هيقولك ان دي الاصول بس لازم ما تطبل وانا فاهم عارس تفهم ايه اصدك افهم ليه افهم ليه ابادة والتدمير التاليخ والاسطار الاسلامية وليه الحقد والجل ده في التدمير الاسطار ده انتو شوهت وارض الحجاز عايز افهم التاريخ ده من طاق طاق بسلام عليكم ايوة يعني عاوز تستنتق بالحقائق على كده ابو داود انت اتوري له عشيفل بالمخابرات البريطانية وتوري له الوسائق السرية ايوة انا مش عايز هابد متعني بالوسائق متمشي تطلع بره يا اذاك خلص 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 هعده مش هكلم معه في البقي بس يا عم ايد متخلوش كرواتك خليه يوريك المصادر الاصلية من وساق البريطانية اف لا اسمها عند بوك اف حجاز انا عايز من بوك اوف 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 اللي بقول عليها اذاك دي انت احكي يا دودو وانا اعلب بالرمود بس التاني عم اجيب لابو فشار قعد من لابو الفشار اللي معي على اجي يا عم اخرص وانا كنت قادر على جبوتك وتنحتك لما الرب يبتليني ببلوة تاني ومسيحة هاند بوك اوف حجاز وصائق ارشيف المخابرات البريطانية اضطرت بريطانيا لتكشف عنها تحت ضغط ملاحقات قضائية البداية كانت قابل الحرب العالمية الاولى اللي كتير من الدول العربية كانت تحت الاحتلال البريطاني والفرنسي اللي كانوا بيه حربه ضد امبراطوريتكم الاسلامية كانت القول عزمة وقتها انجلترا وفرنسا وروسيا والامبراطورية العثمانية وكانت شابه الجزيرة العربية ضمن الامبراطورية العثمانية كل دي كانت امبراطوريتنا دا احنا كنا اكبر من الولايات المتحدة دلوقتي كان امير الحجاز اللي من ضمنها مكة والمدينة هو الشريف حسيني بن علي اتفوضت معاه بريطانيا عن طريق جواسسها وبعتت له رسالة من اللورد هيربرت كوتشنر المعتمد البريطاني في مصر دي الرسالة اللي قالوا فيها ان الامبراطورية العثمانية احتمال تخش الحرب مع المانيا ضدنا وقالوا يحسين لو افت معانا ضد الاطراق العثمانيين احنا هنخليك ملك المنطقة كلها ملك ملك العرب وتعمل يا سيدي الخلافة الاسلامية تاني بس على نظيف بقى من المنطقة العربية وتبقى انت الملك يا يا ملك يا ملك لا يعملوا يذروا العلوب العسلية ووافق يحارب مع الانجليز ضد المسلمين طبعا وافق وما تدعو بالمال والسلاح وقالوا له هنسميها الصورة العربية ضد الخلافة او الاحتلال العثماني وافق وما عملش زي قال رشيد في حائل اللي قاله احنا ما نخنش دينا ولا نحارب امبراطورية المسلمين العظمى يعني أمير الحجاز وافق أنه يحارب مع الإنجليز ضد المسلمين وأمير حائل ورفض بس يرفضوا مين؟ شيكسبير طلع لهم التعلم قولوا يا أبو داود في الشرق في نجد كان فيه أمير شاب هو الأمير عبدالعزيز دين سعود اتطوع من نفسه وعرض خدماته وتواصل مع مكتب بريطانيا في الهند وبعت رسالة للظابط الإنجليزي مستر شيكسبير وقال له إدوني استخلال نجد وأنا أعترف بالدولة البريطانية وامتدادتها وكل طلبتها أوامر بريطانيا قالت له دانيا مان وإحنا هنديك الأمان والسلاح والفلوس الكتير بس بشرط أيوة وإيه الشرط؟ تحارب بنفسك آل رشيد في حائل لأنهم قرروا يقفوا مع إمبراطورية المسلمين وبعتوله ضابط المخابرات هاريسون جون في لبي اللي عمل نفسه مسلم كده وكده وبقى اسمه عبدالله في لبي وبقى ملازم لابن سعود زي يضله وبعدين قامت الحرب العالمية وانهزمت الدولة العثمانية هل استقلت الدولة الحجازية؟ هل الإنجليز وفوا بوعودهم؟ استقلت مين عن عاد؟ المناطق دي كل دولة وردي دي أصلاً كانت متأسمة تحت التربزة في اتفاقية سايس بيكو أسازت هم كانوا بس بيرموا فلوس واسلاح عشان يقشوا ويكسبوا الأطراق ويهدوا الخلافة الإسلامية طعنة من الخلف يعني من أرض العرب عشان كده التاريخ التركي بيبصر كتير من العرب إنهم مخاونة وراح مالك الحجاز بعد انتهاء الحرب للإنجليز يطلب منهم منهم يواففوا بوعدهم ويخلوهم مالك العرب بعد ما وقف معهم ضد الأطراق المسلمين قالوله ماشي بس فيه اتفاق مكمل من نونو قد كده آه هيبدأوا بقى يدوا العرب الصابونة أم مالك من خان يدخنوا لو كانوا سوبرمين قالوله انت هتبقى مالك العرب آه لكن سوريا دي بتاعت فرنسا آه هم مقسمينها أصلاً وجايين يشتغلوه بقى وقالوله فلسطين دي هتبقى بتاعت اليهود يعني انت مالك العرب معادة سوريا وفلسطين وشوية رفايع كده نبقى نتكلم بيهم بعدين وقالوله هنعمل اتفاق جديد معاهدة أنجلو هاشمية الرجل حس بالخيانة اتقهر حلمه بيديا يا ناس رفض قالولهم ده مش اتفاقنا ايه اللي دخل فرنسا واليهود في الموضوع عصلك تانشن قالولهم أنا معايا عقد وموقعه من السيد هنري مكمهون مكمهون الممثل الاعدى لبريطانيا في مصر ده أنا مكمهون مأكدي في الرسالة السرية دي بنفسه قالولي حق ايه يا محق في القصر حوقت قلناك هتقش كله معادة سوريا وفلسطين وده نص الرسالة اللي بعثها مكمهون للندن بخصوص ان الشريف حسين معاصلك بشأن سوريا وفلسطين وقالهم يا اما يقبل او نسقطه يعني ايه يسقطوا؟ هو بمزجهم اطعوا عنه المال والسلاح وقفوا مرتبات موظفين الحجاز تخيل كانوا بيدلوا مئة الف جنيه استرليني في وقت الحرب في الوقت اللي كانوا بيدوا عبدالعزيزي بن سعود خمس تلاف جنيه بس في الشهر وده اللي بيأكدوا الامير طلاله هل صحيح كان يتقادى راتب من البريطانيين؟ نعم كان يتقادى راتب وكان الراتب هذا هو انا مجد نظري الان لما انظر لهذا الراتب هو مثل القروض القروض التي تمنح من الدول الغنية للدول الفقيرة يعني لم يكن هذا الراتب بمثابة يعني اسكات للملك او يعني نوع من شراء الولاء؟ ممكن ممكن هذا في الانجليز طبعا معقول يعطوا راتب خمس تلاف جنيه في ذلك الوقت الانسان في الصعراء مبلغ رخهم هل ممكن يعطوها كده لوجه الله؟ هم يعطوه لغرضا في نفسي عقوب لا شك في ذلك كانوا بيقدوا ده مية ودقها خمسة بس تقول لي بقى في اللي بيقطع بقاتلي إيشو مارضيش الدين السورية وفلسطين طبفيتوا استفيد طبعا قراروا يتخلصوا بين راحوا النجد لسعود وقالولوا فيه مصلحة وفلوس كتير وهتركب بس في شرط سوريا لفرنسا وفلسطين لليهود وانت هتقفش حائل والحجاز جاي؟ ها زبون جديد وعروض أقل وقبل بقى ان فلسطين تبقى لليهود حد يرفض عرضه زي كده؟ طب اسمع الباحث جيم سبور كان سبب قرار بريطانيا إبعاد الشريف حسين هو رفضه التوقيع على معاهدة معهم فقد أراد البريطانيون توقيع ما اسموه معاهدة أنجلوهاشمية أحد أهم بنودها كان إجبار الشريف حسين على الخضوع لما هو حال فلسطين الآن بالأخص حقيقة جعلها وطنا لليهود يعيشون فيها بالطبع كان ذلك أمرا رفض الحسين القيام به فلم يقبل أبدا وجود اليهود في فلسطين لقد طلب منه البريطانيون التوقيع على تلك المعاهدة عام 1921 ثم 23 و24 في الوقت الذي تزايد فيه تهديد السعوديين للشريف ومع ذلك رفض الشريف حسين التوقيع وهكذا وجدت بريطانيا أن التعامل مع ابن سعود أكثر سلاسة أما التعامل مع الشريف حسين فأصبح أكثر صعوبة من ذي قبل لقد رفض وعندما غز ابن سعود الحجاز عام 1925 دعمته بريطانيا وساعدت على أن يتولى السعوديون ذلك الأمر إدو عبد العزيز إدوء الأخضر والفلوس والبرود وآلونه إطحن اللي تقابله دبح في الطائف ومكة والمدينة ما ترحمش عايزين أرض الحجاز بحور من دم اقتل بعقيدة دينية ربنا معاكم يا أولاد اضرب ويد بريطانيا العليا تباركك اضرب ولا تخشى في الحق لو ما تلائم الله أكبر الله أكبر يا ابن إهمد يا ابن يا ابن إهمد ما تجيب ليش جلطة التحدي مسلطك على يا ابن أنت عايز تتفجر علق في نفوخي قالول اضرب اضربوا بعقيدة دينية خصوصا إنك معاك جماعة إخوان من أطاع الله اللي باللغة الدركة من تعالى وبدأ الدب ناجد بتحارب الحجاز والإنجليز بعيد ولا عسكري منهم حتى يتعور ما أهم أسلحة بريطانيا يجمع هسمعك الباحث المؤرخ الدكتور علي محافظة جيش مقاتل ديني ما له حماس ديني ينشر الإسلام بيعتبر البقية كفرة بيعتبر أهل الحجاز كفرة ويحتل الحجاز ويسبي رسائهم ويستولي على ممتلكاتهم ولا بتربش له رمشة يعتقد أنه هو بذلك مجاهد إدامات سينتقل إلى الجنة ولما تأكد الشريف حسين أن الإنجليز بعول ابن سعود أعلن الخلافة الإسلامية 1924 وناس كثير بيعولي عودة الإمبراطورية والخلافة الإسلامية من أرض العرب وهنا بريطانيا قالت مفيش فايدة في الرجل ده أشي عبد العزيز لسا عيش على وعد العسلية ودخلوا إخوان من قطاع الله واجتاحوا الطائف وحصروا مكة والمدينة واجتحوها ولما دخلوا جماعة من طعل المكة والمدينة عملوا في الآثار النابوي اللي شوفتوا في الحلقة اللي فاكت ناسفوا 95% من الآثار النابوي في مكة والمدينة وقالوا أن الحجازيين مع الشريف حسين كانوا كفار لأنهم محتفظين بالآثار دي والآثار دي والعياز بالربي بتخرج الناس من الملة عشان كده الناس كانت شايفة الآثار والتاريخ الإسلامي بيتضمر وسكتين قدام قوة الفلوس والسلاح والتأثير البريطاني لكن أعلى مكة والمدينة كانوا بيغلوا على المالك بتاعهم اللي تعزم وعلى وصل الإسلامية اللي بتتضمر لكن عبد العزيز تمانهم وبعت لهم رسالة ما تقرأها لهم دهوهم ليس لنا قصد في زخاريف الحسين وأتباعه لا في ملك ولا في خلافة ومقصدنا أن تكون كلمة الله هي العليا والله على ما أقول شهيد أيوة يعني قال لهم والله 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 لا في نية ولا إرادة الحكم الحجاز وهتشوفه اللهم إنه مجتمعان في حكم الحجاز خصوصا لما الشعوب والدول الإسلامية بدأت تقلق لما شفت اللي بيحصر في أسر النبو وبيوت الصحابة وخرجت الصحف بقول إنه قوات عبد العزيز بتضمر الأسر الإسلامي أغلب الدول العربية والإسلامية بعتت لعبد العزيز يتركوا إنه ما يهدمش الأسر النبوية في مكة والمدينة وإنهم بالشكل ده بدأوا يقلقوا على مصير الحرمين المكي والمدني فكتب لهم الكلام له إن أهل مكة أدرى بشعابها وليس لدينا مطمع في حكم الحجاز وسيكون أمر الحرمين شورى بين المسلمين لا يمضي فيهما أمر إلا ما توافق عليه المسلمون واقتضته الشريعة إن الحجاز للحجازيين من جهة الحكم وللعالم الإسلامي من جهة الحقوق التي لهم من هذه البلاد وسنجري استفتاءاً تاماً لاختيار حاكم للعجاز تحت إشراف منذوب العالم الإسلامي وسنسلم الوديعة التي في أيدينا لهذا الحاكم وإني والذي نفسي بيده لم أرد التسلط على الحجاز ولا تملكه وإنما الحجاز وديعة في يدي إلى الوقت الذي يختار الحجازيون لبلادهم واليا منهم يكون خاضعاً للعالم الإسلامي يعني مسلمين كتير كانوا بيحربوا ليقامة دولة اليهود وهم مش حارفين اللي بيحصل في الكواليس مظبوط وعلى رأسهم الجيش المصري نفسه كان بيحارب مع الإنجليز لتسليم القدس لليهود طب ممكن أعرف ليه تم اغتيال الملك فيصل بن عبد العديس هو مش إخواله من آل رشيد من حاقل اللي رفضت تقف مع الإنجليز أيوة طب يت معنى كده إنه هو ممكن إنه هو يقف مش كل حاجة ورا بعض تتجنن بعدين وبعدين يا الله يا حاج بقى وإنت مش كنت عايز تروح عمرة الحلقة اللي فاتت حجزتلك على فكرة لا 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 لسه هأجل شوية موضوع العمرة ده عشان كورونا حاليا لا عمرة ولا لندن هأجل شوية لحد ما عرف رأسي من رجليه قولي بس حياتة بوك هل الملك فيصل فعلا قطع البترول عن أمريكا يام حربه تلتة سبعين ولا دي كمان فيها لعبة وهل ممكن نقدر بعدين بعدين هسيبك ترتاح دلوقتي شوية واعمل ترتيبات علشان نكشف على أعصابك هحطك على جهاز كشف الأعصاب خلال أيام سلامي وأنا هروح أجيبك مقلة لبوا فشار أو هتنام يا عمي إيج أجيلا أعصاب يا ناس أنا مش مصدق اللي باسمعه بوداني هو التاريخ منغمق كده ليه ده أنا لازم أقام من نفسي لازم أقام من نفسي وأبعت رسالة لأعزة أصحابي أروح آيوة مينة مينة سمعني عبو شكلك اسمعني يا مينة كويس أنا بسجلك الفيديو ده عشان أنت الصحبة وصديق حيت مني المونتير بتاعي شوف الرسالة اللي بعد تهلك فويس وافهمها كويس خلي نسخة ليك واعمل نسخة تانية على هارد كويس وخبيها عند مخلوق مفيش حد يتوقعه يا مينة خبيها عند جوز أختي في نبراو الحج نبراو يعوف عبشافي نبراو وقوله يخب الهارد ده برضه عند حد أمين ركز أمينة بوس إيديك الموضوع خطير فيه حيا أو موت ركز أمينة عبو شكلك تسلم تسلم حبيبي أمين حبيبي أمين حبيبي أمين موسيقى موسيقى